حفصة من ليبيا تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع تسأل عن معنى هذا الحديث حفصة من ليبيا بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع والمقصود بالمضجع محل النوم يعني سرير النوم أو فراش النوم فإذا بلغ الأولاد سن العاشرة فرق بينهم في المضاجع سواء كانوا ذكورا أو إناثا يفرق بينهم في المضاجع والعلماء اختلفوا في التفريق بينهم في المضاجع هل هو التفريق في أماكن متباعدة أم أن التفريق يكون في نفس الغرفة لكن بأسرة مختلفة يعني متعددة الراجح الثاني لا يلزم أن يوضع كل ولد في غرفة بعيدا عن الآخر وهذا طبعا ليس بإمكان كل أحد وإنما في داخل الغرفة كل طفل له سرير عمره عشر سنوات سريره خاص أو فراشه إذا لم يكن ثم سرير يكون فراشه بحيث يفصل الأولاد عن بعضهم والبعض وهذا لا شك بأنه من احترازات الشريعة وأيضا هو من سد ذراع الشر التي قد يعني يوقد شرارتها الشيطان ولذلك هذا منهج نبوي عظيم نلتزمه إذا بلغ الأطفال عشر سنين يفرق بينهم في المضاجع وأنا ذكرت لك هذا يشمل الجميع لأن بعض الناس يتوهم بأن هذا المقصود فيه الذكر والأنثى الأخوين لا حتى الذكور يفرق بينهم في المضاجع